تانجا نيوز أول موقع إخباري بشمال المغرب يجب أن تلزم عليها نعمل هذه مزاعة مزاعة لا نقبل لها نعمل هذا من ناحية ورأييي من وجود نظري متواضعة صراحة نقطة مهمة و أنا معهم في هذه النقطة لأننا نرى أن الدولة عملت مجهود كبير كي تصل إلى اللقاح في ساعة اللي كانوا المشاكل لديهم متلقي الدولة عملت مجهود دخلت كمية فاقت العادة أمساب غير تلقي ولم يتشاهدون مرة الصالح سوف نملينا من هذه الكورونا دولة عملت مجهود أنا عملت كمواطنين مجهود وما طلبت شي شي حاجة دلعيب أن الإنسان يتلقاح لحد الساعة الحمد لله التلقيح الإيجابي ديالوران كثير من السلبي أنا بدأت صراحة الله كيم ندم لي مجاشي معي ممكن الظروف صحية يمكن شي حاجة لكن الحمد لله أغلبية الناس يعني ما عرفش نقل برسنتاج بالحق أغلبية الناس حمد لله مزيانة لأن التلقيح لا شي شي حاجة لا شي مزيانة إذا قالت شي حاجة لا تدخل شي شي حاجة غير مراصرة لك شي كتجي مجهود بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للتلقيح ماشي مجبار يعني ماشي الدولة ملزمت الدولة يلزمت على مواطنين نعملوا تلقيح ولكنه ماشي ضروري كل واحد حرف راسه كل واحد يهتم بالصحة دياله كيف مبغى بالصبال التلقيح أنا كراء كان شو بأنه وما في الول الدولة قالت بأن التلقيح ماشي إلزامي وماشي إجباري واش فهمتيني وكينا الناس اللي خوفانا وكينا وعد وحي الحاجة هي بأن الفيروس من اللي كي إنسان من اللي كي تصاب كورونا كورونا هي فيروس ومن اللي كي تشاف منه يعني المناعة ديالورة تقوت وتشاف من ذيك الفيروس يعني اللهم تكون مناعة طبيعي وانا كنظن بأن هذا اللي قح دورة باقي مجل اللي قح رابع وخامس يعني الانسان يبقى غيتشوك في راسه وفهمتيني غيتشوك بوه كامل واش فهمتيني ما فهمتيني ما فهمتيني ما معنى دياله وما يقولوا ماشي إجباري يعني ماشي إجباري يعني يخلوا الإنسان حر يعني هيدا هم اللي كي دخلوا لنا الشي ويدخلوا لنا شي حاجة بأنكي نمر هتتتلقيح ما عرفنا شي سنوية